اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا اللقاء المتجدد تحت قبة المجلس من برنامجكم بعد رفع الجلسة في هذه الحلقة سوف نطلعكم على اهم دارة من احداث في نجلسي النواب والشورى وما بحثته اللجان الدائمة واهم الفعاليات والانشطة خلال اسبوع فالنتابع اهلا بكم مشاهدين وفق مجلس النواب في جلسته الماضية على المرسوم بقانون بتعديل اعادة سياغة تحفظات مملكة البحرين بشأن اتفاقية السيداو وأكد مؤيدو ومعارضو المرسوم بقانون على عدم التعارض مع الشريعة الاسلامية او تجاوزها عند القيام بأي تعديل وللتحدث اكثر عن هذا الموضوع نستضيف سعادة النائب جلال كاظم عضو مجلس النواب اهلا بك سعادة طبعا بداية نقف عند نقطة جدا مهمة وهي ان هناك اتفاق على عدم تجاوز احكام الشريعة الاسلامية نبدأ لتوضيح اكثر للمشاهد البحريني او المواطن حول هذا الجدل الذي دار في المجتمع حول اتفاقية السيداو وعدم تعارضها مع احكام الشريعة الاسلامية شكرا نختي الكريمة ونتمنى احنا ان نعطي دور بارز للمجتمع عشان نكون استيضاحات بعض الامور لان في الآون الاخيرة لاحظنا بعض التحركات من الشارع عن طريق التواصل الاجتماعي بعض المغالطات من أدة اطراف وتداخلات في الامور اللي هي تصب في هذه الاتفاقية واحنا نتكلم اساسا مو عن الاتفاقية لان مملكة البحرين وقعت الاتفاقية منذ 2002 منذ 2002 والناس عندها نوع المغالطات بين الاتفاقية وبين اللي هو المرسوم بقانون فهو بعد التعديل في بعض المواد المذكورة في الاتفاقية في صيغة تعديل هذه الامور عشان انه تكون تتوافق مع المنظمة الامم المتحدة في الامور اللي هي تصب في صالح المرأة بما لا تخالف اللي هي الشريعة الاسلامية وهي مذكورة في كل مادة والبحرين يعني مملكة دستورية قائمة على الشريعة الاسلامية وما رح يكون اي شيء خالف لدور المرأة ان نتمارس حقوقها بما لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية ونحن مع دعم المرأة وكانت المرأة تتقلل مناصب منذ توقيع هذه الاتفاقية في 2002 في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهي كيان من المجتمع تمثل نصف المجتمع وانا دائما اقول لهم ان هي اكثر من نصف المجتمع دائما العطاء والبادرة من المرأة هي دائما نتكلم عنها هي الامة الحاضنة والمعلمة والمهندسة وهي التي تنتج في المجتمع لكن سعدة النائب ما الذي استجد مؤخرا على الساحة لاجراء هذا التعديل هذا التعديل بما لا توجد بعض الصيغة انه لا تكون انه واضحة بالنسبة للامم المتحدة تم تعديلها بما انه يكون لا يتنافى مع الشريعة الاسلامية ليكون استيضاح في الامور المواد المذكورة فهي في المادة رقم اثنين وفي المادة رقم اللي هي ستة عشر نعم لكن بعض السادة النواب قد ابدوا اعتراضهم على هذا التعديل او على الاتفاقية بشكل عام هل تلك المبررات كانت مقنعة لمجلس النواب؟ لم تكن مقنعة اساسا لان احنا كنا ابتدينا مع التواصل الاجتماعي واستيضاح مع المجالس في مملكة البحرين وتفهم المواطنين لهذا المرسوم وتم استيضاح ايضا من وزير العد بحضوره كانت جلسة ساخنة امتدت لست ساعات لهذا القانون وايضا من وزارة الخارجي المستشار القانوني ومستشار مجلس النواب ووزير المجلسين وتم اعطاء جميع الرؤى والضمانات التي لا تخالف الشريعة الاسلامية وكان كلام واضح وشفى وكنا نتمنى من لجنة المرأة والطفل اعطينا مزيد من الإضاحات فلاحظنا ان لا توجد حتى ردود من لجنة تشريعية في مجلس النواب حتى يأخذ الرأي انه دستورية هذا الشيء فهذا يتخالف بين لجنة المرأة فلا يحق للجنة المرأة والطفل ان هي تعقق وان هي تقول عن عدم دستورية هذا الشيء فالجهة المختصة هي لجنة الشؤون التشريعية نعم ماذا تعني اليوم الموافقة على مرسوم قانون بعادة سياغة هذا القانون اعطاء مزيد من الصلاحية لدور المرأة لريادته في الاعمال في المملكة وهذا دور بارز ودائما البحرين السباقة والدائمة قبل دول الخليج لدعم المرأة واحنا مع هذا القانون الذي يصف صالح العام وهو لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية نعم لو نتكلم ان المرسوم كفل حصانة دينية للمجتمع طبعا ولعاداته ايضا لمزيد يعني مزيد من التوضيح للمشاهد كيف سوف يضمن هذا المرسوم هذه الضمانة الدينية وان لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية او يتجاوزها الضمانة الدينية عندنا احنا دائما اتعلمنا وتربينا على امور الدين منذ الصغر نعم فنحن لا نخالف الشريعة واحنا قائمين على دولة ومملكة دستورية قائمة على الشريعة الاسلامية فلا نخالف اي امور تصب في صالح الدين الاسرة تتكون هي من تربيتها في منذلها وتتكون ان هذا الشيء ان الواحد لازم يكون يطلع على الامور اللي هي تصب في الصالح العام لدور دعم المرأة وعدم انه انجرال في الامور الدينية او التخالف الشريعة الاسلامية نعم مرئيات وزارة العدل جاءت ايضا مطمئنة او مطمئنة لقطاعات واسعة جدا ولكن ما زال هناك سوء فهم كما يقال بين مجلس النواب او بين الجهات المعنية وبين الشارع البحريني كيف يمكن ان نقلص هذا الاختلاف نحن لم نناحظ انه في امور انه اختلاف بين الشارع البحرين لكن ما يبدو على الصحة بان هناك فعلا اختلاف هناك عدم رضا كما نقول من الشارع او من بعض الجهات ربما رجال الدين ربما بعض اعضاء مجلس النواب بعض المواطنين حول هذا او لهذه الاتفاقية حتى وسائل التواصل الاجتماعي قد ساعدت في تأجيج الموقف هو لم يكن من الشارع الموضوع كله كان تأجيجه كله عن طريق التواصل الاجتماعي للأسف الشديد المجتمع نحتاج ان نحن ان يكون في الوعي التقافي في الندوات والمحاضرات ما كان تم تحضير حتى من المجالس ويحق الامور التي تكون فيها ندوات وانه تعطي بروز اعلامي لهذا الشيء التواصل الاجتماعي لا ايد التواصل الاجتماعي في اي الامور التي كان لان دائما تكون الامور كلها مغلوطة مغلوطة نعم فللأسف الشديد فئة بسيطة هي من تؤجج الشارع عن طريق التواصل الاجتماعي هذا اللي حصل في المملكة البحرين وتم مغالطات في امور اتفاقية السيداو وهي الاساس لم تكن في اتفاقية السيداو انما في بعض المواد لان اتفاقية السيداو ذكرناها من قبل لانه من 2002 موجودة والمرأة تمارس حقوقها السياسي والاجتماعي بدون مساس بالشريع الاسلامي نعم لكن لو نتكلم ايضا هل هناك كان قصور لو صح التعبير حول تثقيف المجتمع قبل اقرار هذا التعديل او هذا المرسوم يعني هناك في المجالس في مجالس سادة النواب او غيرها من المجالس التي يمكن من خلالها تثقيف المجتمع حول هذه الاتفاقية احسنتي اختي الكريمة احنا نحتاج ان دائما في اي قوانين هي تصب في المجتمع ولها قوة بارزة في المجتمع لازم تكون لها دور اعلامي كبير ويكون في ندوات تحضير ما قبل البدء في اي جلسات تمس الى المجتمع سواء كان في الشريع الاسلامي او في حياة المجتمعية فدائما نحب ان يكون بروز اعلامي وتكثيف الندوات والمحاضرات فيما يصب الى المجتمع بعد التصديق على هذه الاتفاقية اتفاقية السيداء او هذا التعديل هل سوف يلمس المواطن البحريني وبتحديدا المرأة البحرينية اي تغييرات جذرية سوف تكون او اضافة الى ما تعيشه اليوم كالمرأة البحرينية من مكانة ومن دور يعني دور بارس في مجتمع البحرين نعم راح يكون اضافات جديدة للمرأة البحرينية في الامور الاقتصادية والاجتماعية والامور السياسية على الصعيد المجتمعي اهم هذه التغييرات او اهم هذه الاضافات التي سوف تكون نتيجة هذا التعديل التغييرات هي اهم شيء يكون الكيان للمرأة اهم شيء في حقوقها المدنية والاجتماعية في المجتمع نعم سعدت ان اب جلال كاظم عضو مجلس النواب شكرا جزيلا نعم اقضى عدد من لجان مجلسي النواب والشورى اجتماعات ناقشت من خلالها اهم القوانين والمقترحات في التقرير التالي سوف نصلت الضوء على اهم دار في خلال هذه الاجتماعات فلنتابع وصلت لجان مجلسي النواب والشورى اجتماعاتها الدورية لمناقشة اهم المواضيع التي ستدرج على جداول اعمال الجلسات الاعتيادية لجنة الخدمات بمجلس الشورى انهت خلال اجتماعاتها يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين اقرار ثلاثة تقارير حول الزيادة لاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافأة التقاعد لضباط وافراد قوى الدفاع البحرين والامن العام وكذلك لموظفي الحكومة اضافة الى الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي وذلك تمهيدا لرفعها الى هيئة مكتب مجلس الشورى لادراجها على جدول اعمال احدى الجلسات القادمة فيما ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى مشروع قانون بشأن النظافة العامة حيث استعرضت اللجنة اهم ابواب المشروع والالية التي ستتبعها اللجنة للتعامل مع مشروع القانون هذه ثاني قراءة مبدئية للقانون التي تعتمد عن عدم وجود اي شبهة عوار دستورية اي شبهة عدم دستورية في القانون فيه احنا تحفظ على صدر مادة وحدة حسب اعتقاد اللجنة ان فيها شبهة عوار دستوري واما باقي دخلنا في التعريفات وفيه اضافات للتعريفات ودخلنا فيه قراءة المواد مادة مادة لجنة الخدمات بمجلس النواب ناقشت المشروع بقانون بشأن رعاية المريض النفسي ومشروع قانون بشأن الصحة النفسية مشروع رعاية المريض النفسي تم ناقشته وطرحه بشكل مستفيد والوقوف على جميع بنوده هو عبارة عن 52 مادة يعني مشروع كبير جدا وراح ينقل البحرين بإذن الله تعالى إلى الدول المتقدمة وهذا المشروع راح يكون هو المشروع الأول الذي يراعي فيه المريض النفسي على مستوى المنطقة بأسرها وفي ذات الاجتماع اطلعت خدمات النواب على مرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن وضع لافتات إرشادية تحاكي بعض حالات الإعاقة وبالتحديد حالات الصم والبكم وقررت اللجنة الموافقة على المقترح ورفعه إلى المجلس اجتمع عدد من عضاء مجلس النواب ممثلي النقابات العمالية الأربعاء الماضي وذلك للتشاور حول عدد من الأمور التي تخص عمل هذه النقابات اليوم طبعا التقينا بالاتحاد العام للقاوات المالبحرين وتطرحنا العديد من المواضيع كيف أن مجلس النواب يقدم الاقتراحات والقوانين التي تصب بصالح العام البحريني ومساندة العام البحريني وأعتقد أن مجلس النواب قدم العديد من القوانين التي في هذا الجانب منها طبعا 3% المركبة والآن قبل سبع عام مجلس النواب قدم اقتراح القانون بشراء خمس سنوات مدة اقتراضية وقدم العديد من القوانين وهناك بعض المواد محتاجة إلى تعديل اتفقنا مع الأخوان في نخابة المالبحرين طبعا أنه يكون الآلة التواصل موجودة مع النخابات والاتحارات العمالية كما كان في السابق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر